اللي بدي أقوله بدي أتوقف عن طيتوس العدد لقريته حضرتك قال ليس بأعمال ولكن حين ظهرها لطف وخلصنا الله وأحسانه ولا بأعمال بر أعملناها نحن بل بمقتضى وكلمة بمقتضى أي بقصد الله قصد يعني أنا مش الله يعني مر علي مرور الكرام ومتل ما بيقوله بشفاء خلصني لكن الله خلصني بقصد ودليل على هذا بيقول مختارين فيه قبل تأسيس العالم هنا ممكن يجي فكر أنه ليه الله اختارك ما اختارني أنا لا الله هكذا أحب الله العالم الله بده أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لكن الله بعلمه السابق يعرف من سيتجدد ومن سيؤمن بمقتضى علمه السابق بيقول لك برسالة بطروس فكتير لفتت لي نظري أسيس نيزار بمقتضى بقصد الله قصد قديش الله بحب الإنسان من أجل محبته الكثيرة ولدنا ثانية بمقتضى القصد والرحمة فعملني بالرحمة عملني بالنعمة ولا مش ببر أعمال بمعنى أن الولادة الجديدة لا تأتي من طائفة أو مذهب أو دين أو طبقة عرقية أبدا 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 تأتي من فوق لا دخل الإنسان فيها بس أنا بقبلها بالإيمان من إيد الرب وهيضا ما وضحه الرسول بولوس السيس نيزار بيقول إذن برسالة كورونتوس إذن إن كان أحد في المسيح يعني أنا اختبرته في المسيح وكلمة فيه باللغة اليونانية كتير مهمة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة فإذن إذن نحن مش جمعة متجددين صحيحنا متجددين بس هيدا هيدا حق كتابي من زمان ويطلق على كل إنسان مولود ثانيا ثانيا موسيقى